يقول ثلاثة مشاكل في حياتي الشقاوة والضنك والشهوة اللي تلاحقني ونقول لأخذ ثلاثة حلول أما الشقاوة فبر أبويك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية وإن كان قد مات بر من كانوا يبرون وصل من كانوا يصلون وتصدق عنهما وادعو لهما الأمر الثاني الضنك اللي تحسبه في حياتك والألم والتعب والشدة عليك بكثرة ذكر الله خاصة القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة أما الشهوة التي تلاحقك فعليك بكثرة الصلاة وإقامة الصلاة وأداء الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء الصلاة لا تختلط معها الشهوات والبر لا يمكن أن يقف معه الشقاوة والذكر والقرآن يطرد كل ضنك وكل ألم طبقها وتجد الحلول لتنفعك في دينك ودنياك